بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة طالبات الصفحة الخامس الابتدائي في قناة انجليزي ابتدائي مع النسانة السماء إن شاء الله نهاردة نشتغل من كتاب المعاصر صفحة 131 الدرس الرابع في يونت 9 الوحدة التسعة أول جزء عندك هذا مشوط جدا أو هذا شيق جدا عندنا قاعدة كمان هنشرح أول حاجة اللاحقة كلمة لاحقة يعني تلحق بالكلمة يعني تيجي بعدها يعني عندك كلمات لو أنت أضفطلها ER هتدي اسم الشخص بص كده هنا word يعني كلمة دول مجموعة أفعال زي read يقرأ read يقرأ لو ضفنا ER هتبقى reader reader قارئ كمان climb يتسلق climb يتسمق حرف البيضة silent لا ينطق يتسلق climber climber متسلق travel travel يسافر travel يسافر traveler 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 مسافر بعد إضافة ER في هنا كلمات زي football football كرة القدم لو ضفنا ER هتبقى footballer footballer يعني لاعب كرة القدم هنا كمان farm 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 مزرعة هنضيف ER هتبقى farmer farmer اللي هو المزارع خلاص كده يبقى إضافة ER للكلمة هتدي الاسم اسم الشخص طيب هنا بيتكلم عن صفات تنتهي ب-ing أو ed هنا مثلا بيقول الصفة اللي بتنتهي ب-ing تصف كيف يبدو الشيء يعني the film was boring the film was boring يعني كان الفيلم مملا يبقى boring دي وصفت إيه وصفت هالفيلم history is so interesting التاريخ شيق جدا طيب interesting دي شيق بتصف إيه بتصف التاريخ يبقى عندك صفات بتنتهي ب-ing بتوصف كيف يبدو الشيء هنا في صفات بتنتهي ب-ing بتوصف الشخص نفسه لما قول what is amazing amazing دي وصفت وائل amazing يعني مذهل we are proud of him نحن فخورين به يبقى احنا كده وصفنا الشخص نفسه بالصفة amazing اللي بغضه بتنتهي ب-ing أما هنا بيقول الصفات اللي بتنتهي ب-ing تصف شعور الشخص نفسه شعور الشخص تجاه الشيء زي ايه اللي هم القرويين اللي هم القرويين are excited to hear about the plan يعني القرويين متحمسين للسماع عن الخطة لسماع الخطة يبقى دي excited دي صفة تمتهي ب-ing وصفت ايه وصفت شعور القرويين أما هنا young people young people اللي هو يقصد بهم الشباب will be interested in the new businesses سوف يكون مهتماً بي الأعمال التجارية الجديدة طيب interested معناها مهتم بي صفة تنتهي ب-ing بتصف شعور الشخص يبقى هي كده وصفت شعور young people اللي هم الشباب جوب صفحة 132 note لاحظ لو في فعل ينتهي بحرف ال-e وحبينا نضف له ed أو ing نحزف ال-e اللي في الفعل الأصل هنا في مجموعة من verbs أفعال مجموعة من adjectives صفات annoying يزعج annoying يزعج annoyed annoyed منزعج شخص نفسه منزعج annoyed أما annoying مزعج الشيء نفسه مزعج مصدر إزعاج annoying amazed يذهل أو يدهش amazed amazed يعني مندهش مندهش ده شعور الشخص أما amazing مدهش الشيء نفسه مدهش interest يعني يثير اهتمام interest يثير اهتمام interested interested مهتم interesting شيق لما أقول على الرحلة دي كانت شيقة هقول it was interesting كانت شيقة tired يعني يتعب أو يرهق tired tired مجهد هنا أضفنا الدي فقط علشان أساسا أخره i tiring tiring يعني شوق أو متعب surprise surprise يفاجئ surprised surprised يعني متفاجئ الشخص يشعر بالتفاجئ يبا هو كده متفاجئ surprised أما surprising يعني مفاجئ الأمر نفسه مفاجئ surprising هنا هنشوف تدريب على جزء language focus بيقول choose the correct answer from ABC or D number one he is our هو ايه our a he teaches us English هو يعلمنا أو يدرسنا اللغة الإنجليزية يبا هو ايه he is our teacher ولا teaching ولا teach ولا teaches he is our teacher هو معلمنا number two this story is very هذه القصة عايزة وصفها is very a i won't read it again i want هي i will not read it again أنا لن أقرأها مرة أخرى يبا هي كان very a boring مملة interesting شيقة bored يعني يشعر بالملل well interested يعني مهتم بي لا هنقول it was very boring كانت مملة جدا عشان كده بيقول أنا مشاقرة هاتين number three my sister is اختي ملهبة أو صفها بايه in unusual homes unusual homes المنازل غير المألوفة أنقول interested in ولا interest interesting interests أقول interested in يعني مهتم بي number four he was هو كان ايه من الكلمات القدامك دي so he went to bed لذا وذهب للفراش يبا he was tired ولا tired ولا tires ولا tiring عايزين نوصف الشخص بعمل he was tired كان متعبا number five some people think بعض الناس يعتقدون studying insects دراسة الحشرات is interested amazed interesting ولا amazed عايزين نوصف الدراسة نفسها نوصف الشيء ب الكلمة اللي فيها ing interesting يبقى دراسة الحشرات مشوقة أو شيقة نشوف هنا part two جزء الثاني pronunciation النطقة الصوتيات استمع وردد بيتكلم نهده عن كلمات في حرف V اللي بيدي الصوت الصوت ذ زي يعني زهرية زهرية هي واظت الزهور فيز فيز فيولن آلة الكمان آلة الجمان ودي آلة موسيقية وطرية فاست فاست يعني سترة فاست يعني سترة الملابس دي اسمها فاست سترة أما دي فالكانو 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 بوركان فالكانو بوركان فت فت طبيب بيطري فالج قرية فالج قرية هنا بعد كده عندنا الصوت دابريو الحرف دابريو اللي هو بيد الصوت و اقول ايه ويل ويل حوت ويل حوت وينتر وينتر أصل الشتاء وات وات مبلل مبلل بالماء ويل ويل عجلة او اطار وست وست يعني غرب جهة الغرب ووترملن ثمرة البطيخ ووترملن ووتر مياه ووتر مياه وينز داي وينز داي يوم الأربعاء يبقى كل دول فيهم حرف و لبيد الصوت و نشوف صفحة مياه أربعة ومتلاتين audio script الاستماع فقرة الاستماع listen and read استمع واقرأ last وينز داي الأربعاء الماضي I decided to أنا قررت to travel west أن أسافر للغرب in my boat في قاربي wearing my vest مرتديا سترتي I was looking for كنت أبحث عن a volcano volcano هو البركان but I had some problems لكن واجهت بعض المشكلات I met some whales أنا قابلت بعض الحيتان and they turned over my boat وهم قلبوا الحيتان قلبت قاربي أو مركبي I had to sit on my volume اللي هو آلة الكمان الخاصة بي to stay afloat لأبقى طافيا عائما فوق سطح الماء I ate watermelon to stay healthy أنا أكلت ثمرة البطيخ لأبقى بصحة جيدة and I came to shore وأتيت إلى الشاطئ I didn't find the volcano أنا لم أجد البركان but I met some vets أنا قابلت بعض الأطباء البيطريين and they took me home وأخذوني للمنزل to my village في قريتي إلى منزلي في قريتي هنشوف هنا باب كويز عندنا على الفونيكس بوليسن استمع look and write the missing sound انظر وأكتب الصوت المفقود violin حرف V vest حرف V waterman حرف W whales حرف W wheel اللي هي العجلة W vet طبيب بيطري حرف V كده وصلنا إلى حدث صفحة 134 إن شاء الله نكمل منهجنا مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته